يا صباح الورد والياسمين على الأحلى متابعين ازيك يا مرات عاملين ايه وحشتوني جدا 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 قبل اي حاجة بقية اللي حطولي كده اشيائي اللايك والاشتراك والتعليق تعالوا بقى نشوف مع بعض كده هنعمل النهاردة اول حاجة كده صحيت من النوم فتحت البلكونة لقيتها بصوا بقى مش عايز اقولكوا هوا بطراب فضيع كون محد يتخيل بجد والله انا اتصدمت اما دخلت البلكونة بايت اقول كلي دي كمية تراب تراب ناعم عامل زي الرمل كده يعني من شديد الهواء بقيت ابص كده وانا كمان في البلكونة وابص في الشارع الاقي الهواء شديد وبطراب يعني المنظر النهاردة كان بصراحة فضيع قلت بقى انضف كده الشي شوي انضف كده البلكونة لاني لقيتها كل هطراب كل حتة فيها فيها هطراب والهواء بعض زي ما انت شايفين كده كل سنة وانتوا طيبين طبعا انا كنت مشغولة عنكم بقى لي كم يوم فيه تنظفات العيد بس الاسف كان الاستاند بتاعي كان اتقصر فما كنتش عارفة اصور معاكم فالحمد الله يعني جبت واحد اقل شوية هوا زي دول يعني انا كل شوية راح ابص عليه الاستاند بيبا محطوط بالعليه الموبايل شوية هوا قم جاي الموعين وقم جاي مكسورة او الموبايل تلاقيه يحصل له شرح او اي حاجة من شدية الهوا لو برضو بصور على السطحة صلي قبل كده برضو نفس الوضع فالحمد لله يعني قدر الله مش افعل فده سبب تأخير عنكم وطبعا معرفتش اصور معاكم حاجات كتير بس يعني ان شاء الله يعني احاول ان انا ايه لسه في حاجات برضو هصورها لسه في حاجات هنظفها وصورها باذن الله شايفين كمية التراب دي شايفين كمية التراب فضيعة وشايفين الهوى برضو شايفين الفرع بتاع رمضان ده انا حطاها شايفين الهوى عامله ازاي طبعا بقيت امسك بقى المقشة بقيت امشا كده على الحطان والجدران وكل حاجة يعني هي الحطان هي الجدران شايفين التراب طبعا السلك ده بتاع ايه بتاع ايه لوكة بتاع الليستند الليستند عشان يعمل اضاءة عكسه كده على الموبايل عشان يدي اضاءة حلوة فلازم يتوصل كده بسلك وفيشة ده لقيته ماشبك كده واقع قلت بقى اكنس كده البلكونة وانظفها وخلاها حلوة وامسحها بقى معاكم وننشر ونشوف هنعمل ايه كل شو هي راح ابص على اليستند ايه تشوفوا المنظر اللي الموبايل عمل بيتهزل واحده ربنا المستعى اللي في الحيطة ده تجريح يا بنات مش عدم نظافة او كده لقى متجرح والله وطبعا همسح بقى الارض علشان تحافظه على السرميك بتاك ودايما تخليه بيلمع حط دايما فيه شوية الخلة الخلة حلو جدا يا بنات وكمان الملح بيمنع الطاقة استلبية طبعا انا يعيد كده عليها تاني وسبتها بقى لغاية ما نشفت كده خالص وبدأت ان انا نزل بقى الكرسي واروح اجيب بقى الستاير كنت غسلها هروح اجيبها بقى وانشورها كده معاكم ودي مفارش كده صغيرة برضو كنت غسلهم طبعا انا غسلت برضو فارش الام تاري بس بخسله على ايدي بقى وبخسله في البنيو انا مراكو قبل كده انا بخسله ازاي وحسوبه بقى يتصفه خالص واطلع انشوره بقى فوق على السطح مش هينفع يتحط على حبال ابدا ولكن اكمنه طبعا بيبقى تقيل الفارش ده تقيل ما بيتغسل وبيتصفه مهما يتصفه من المية برضو بيبقى تقيل على الحب يعني ممكن ياخد اللحبال كده ويقع فبعمل ايه بفرش كده اي حاجة على الجدار ميلاية مثلا او كبرتاية او اي حاجة مش بستعملها وببدأ ان انا حط عليها الفارش ده شهر رمضان خلص يا بناية وعد علينا بسرعة 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 يعني من غير ما الواحد يعني مش عارفة والله من غير ما يحس بي يلا كل سنة انتو طيبين وانناس بتلعيد ما عادش حاجة يعني بكرا الوقفة كل سنة انتو طيبين بقى لي كم يوم عايز اجيب استند كل ما اروح راجل يقول مفيش استند لسه ما جبتش لسه ما خرقتش ومقاطلان عمل اقول طب انا عايز اعمل تند فاطل ايد واصور طب اعمل ايه انضف الشقة ولا استنى لما اجيب استند وعمل معهم ولا اعمل ايه بقيت اعمل كده شوية حاجات وفي حاجات تاني قلت بقى هصورها معاكم بس مش عايز اقول لكم يعني انا اشتغلت كمية شغل دول لو كانوا يصوروا فيديوهات كانوا اعملوا فيديوهات كتير يلا الحمد لله كده خلاص نشرنا بقى الساتير طبعا انا بغسلها على ايدي ايه منزلة شوية مي هروح بقى اجيب برضو فيه شوية غسيل كده غسلتهم دورة غسيل في الغسالة ويبقى هنشرهم كده معكم ميلايات ويه شوية برضو غوامق كده يعني دول كده خدتهم دورة لوحدهم وفيه بقى غوامق هجيبها برضو انشره طبعا اتشايلة بقى فرش السراير كنت مغيرة الفرش يعني شايفين الهواء عمال بيطير العباية وبيطير الطرحة هيطيرني انا كمان حتى الملاية مش عارف امسك هطير شايفين المنظر الهواء كانت يديد او الصبح ده البادي بتاع لوك والبندين برضو كنت اغسلهم على ايدي كده هروح اجيب بقى شوية الغوامق اللي طلعوا من الغسلة هي حفلة بقى هي حفلة النهار ده عايز اقولك بقى لو انت بدأت ونظفي ابدأي دايما بالبلاكون ليه بقى؟ لان انت ممكن تنظفي الشقة كلها وتيجي بقى تنفضي الشيش وتنظفي الطراب هيخش جوه فبالتالي انا دايما بنظف البلاكون الاول طبعا ببقى منظفها الحمام فوق الدولاف فوق النيش الحاجات دي كلها تحت السرير الدراج الدراج الحاجات دي كلها لكن لما كني بقى هاتي كنيسي هتنظفي بقى هتنفضي برائع كلام الكلام ده يبقى نفضي بقى البلاكون الاول وكنيسي عشان انت بتنظفي الشقة ما تغديش بقى من البلاكونة تدخلوا طرابها عشاء هتقولي لي زي لوكا والواحد بينفضي الشيش طبعا في خلفية الشيش من قدة الانتراح بتبقى الستاير بتاعت اللهم صلى على مبارك لنا فيه البراقع بتبقى موجودة فطبعا هيجي عليها طراب فعشان كده نظفت البلاكونة الاول وبعد كده هبدأ بقى ان انا ننفض البراقع بقى وايه وانضفها في لسه برضو شوية غسيل غسيل مش عايز يخلص طبعا انتو كلكوا عارفين ان الغسيل ما بيخلص ولا هوا ولا المواين ولا اي حاجة خلص تعالوا بقى قلت على ما اغسل تكون الفوت بتاعت المطبخ دي اتنقعت اتنقعتها بقى في مية واريال وشوية كل الريكس كده وقلت بقى ايه عشان ما اجي يخسلهم ينضف على طول انا بجمحهم كده لما بيكونوا تلات اربع فوت وامجة اغسلهم مرة احد يعني مش باخد بقى كل يوم الفوت او الباو بصراحة يعني عشان ما اجزبش عليكم وامجة واخدهم كلهم مرة واحدة نقعهم بمية سخنة واسوبهم منقعين بمية سخنة بس بعد كده اعصرهم وكوب بميتهم وبعد كده ابدأ احط بقى مية نظيفة بشوية بقى ريال شوية كل الريكس واسوبهم منقعين على بال بقى ما بنشر بعمل اي حاجة وخش بقى اخسلهم ينضفوا معي على طول فطبعا بقى اي غسلتهم وابدأ ان انا اعصرهم واشلهم واشطفهم وطبعا هطلع انشرهم فوق مع الفرش بتاع الانترايه وكمان الستاير بتاعة الحمام وده كده كان بالنسبالي روتين كده صباحي او المفتاح تعني بدأت ان انا اعمل الحاجات دي هبدأ بقى ان انا اشطفهم وابعصرهم شايفين بقوا زي الفل هشلهم بقى مع فرش الانترايه كده بره وكمان هطلع بقى فك الستارة دي وفيه استارة كمان بتاعة البنيو هنقحهم على بال ما اطلع انشر الحاجات وانزل وقوم جاء غسلهم هما كمان وكده خلاص هاني معاكم الفيديو وده كان الروتيني الصباحي النهاردة معاكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة